بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب والسؤال الموجه لنا من الأخ يقول ما هو رأيك في سبب عدم وجود ما لم يدل على مكان قبر السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي محمد بن عبد الله وهل في ذلك دلالة معينة وقلت له أخي العزيز فكر بمشاكل الحاضر والمستقبل ماذا يهمك أين قبر السيدة فاطمة الزهراء وماذا يترتب على ذلك ويكفيكم من التاريخ ما يكفي الطعام من الملح في الحقيقة التاريخ مهم في بناء أي حضارة وفي بناء أي مستقبل وأي مجتمع ولكن التاريخ يعني مهم بنسبة معينة مثل ملح في الطعام تستفيد من التاريخ والتاريخ الصحيح وليس التاريخ المزيف والتاريخ المفبرك والتاريخ الموضوع والمكذوب هذا التاريخ يسبب بنا مشاكل بسبب بنا أزمات تستمر إلى يوم القيامة لا نستطيع أن ننهض بمجتمعنا وبأمتنا إذا أحنا ظلنا لنتشبث بالتاريخ المزيف وأيضا بصورة مضخمة جدا 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 يعني ناسين الواقع وناسين المستقبل وكأننا عايشين نحن قبل 1400 سنة ماذا حدث في تلك الأيام؟ بالحقيقة أنا أتذكر أنا أشت في كربلا ولدت في كربلا وأشت في كربلا عشرين عاما تقريبا وكنت أحضر مجالس الخطباء والعلماء أيضا وكانت أحاديثهم في الستينات يعني أنا وعيت في الستينات وخرجت في بدايات السبعينات الخطباء كلها كان معايشين طبعا قصة كربلا والمام حسين وعشراء وكذا ها يتأخذ شهور من السنة وأيضا طول السنة وفيات الإمام الفلاني ومهلادي الإمام الفلاني وكذا وتاريخ خارون رشيد وموسى بن جعفر وفلان إمام وفلان إمام دائما القصص كنا نسمعها وما نعرف شي حقيقة الخطباء ذلك ما علمونا شيء عن تاريخ العراق القريب وعما كان يجري في ذلك الوقت في العراق من مؤامرات ومقلابات عسكرية وفتن وهيمن الاستعمارية وكذا كل شيء ما كنا نعرف يعني الثقافة السائدة هي كانت ثقافة المنابر وثقافة الكتب اللي كانت تصدر ذلك الأيام أيضا كلها الدور حول هذا التاريخ كل ما قدنا كتب والنشاط ومجلات وجرائد جرائد خاصة بالمتدينين يعني ما في جرائد من ذلك المعنى أنها شرات أنا كانت تصدر كلها دور حول التاريخ وحتى أنا كنت في مدرسة تسمى مدرسة حفاظ القرآن الحكيم درسنا التاريخ الإسلامي فيها بالإضافة للقرآن التاريخ الإسلامي من كتابات السيد محمد الشرازي الله الحمد فنعرف التاريخ الإسلامي وغزوات النبي وحرب صفين وحرب النهروان وكذا وتاريخ الأندلس بس تاريخ الأراق لا البعيد ولا القريب أصلا ما كان يدرس فيها مدرسة ابتدائية هي وكذلك بالحوزة أيضا لا يدرسون التاريخ ويا ليتهم يريدون أن يأخذوا العبر من التاريخ والتاريخ شيء مهم طيب التاريخ هذا شيء مهم درسوا جيدا على الأكل حققوا فيه متخذوا خرافات وأساطير وروايات مكذوبة وصدقوا بيها وتظروا أن تكونوا تلطمون عليها يشوفوا يعني الطعام اللي ناكله هو قضايا العصر اللي لازم نعيدها اليوم والتاريخ يمكن يعطيه مثلا طعم معين يعطيه بصمة معينة لحضرنا نهتم بالتاريخ وإلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت هذا القرآن يقول ذلك ناخذ الأبر نعم بس ما نعيش بالتاريخ طول وقتنا وطول حياتنا نوقف الأعمال ويومية مسيرات وعايفين شغلنا وعايفين كذا ورحيل وجاعين ونمشي وكذا وكل على قضايا تاريخية طيب ما أنت بلادك الآن تتعرض للنهب للسركة للفساد للهيمنة الاستعمارية للاحتلال كل هذا مو مهم ما مهتمين في الناس خلنا نهتم بالتاريخ شنو حدث قبل 1400 سنة ولماذا أخفت السيدة فاطمة الزهران عليه السلام قبلها طبعا هنا تبدأ التحليلات وتبدأ الفبراكات أولا نعتدار عليها وقتلها وسقاط جنينها وكسر ظلعها ونبكي ونمثل مسرحيات اللي عندي يساوون حرقة دعر وهجوم وكذا حتى يساوون يعني كنا قضية معاصرة الآن وكل كذب في كذب يعني هذا هو التاريخ اللي أنت تتأمون فيه ولك لا هذا بنت النبي محمد طيب نبي محمد شونا قيل لك بالقرآن يحيي الناس بالقرآن الله سبحانه وتعالى ولكن ما قال لك تعالى أنت يهتم بقضايا الأفراد الشخصيين حتى تاريخ النبي محمد ما موجود بالقرآن يعني شي بسيط بعض المحات بعض القضايا ليس مطلوبا من المسلمين إحياء مثلا ذكرى وفاة النبي مثلا وكيف مات النبي مات مسموما أو مات مثلا سورة عادية في روايا تقول أنه مات مسموما مثلا طيب يعني شي همنا الآن إحنا ذا بحثنا مات مسموما لما مات وش يصير بعدين أن فلان واحد مثلا سم النبي أو فلان ثم ماذا يحدث بعد ذلك وهذا يخلينا أنه يعني ليس مطلوب من المسلمين أن يبحثوا هذه القضية أو يهتموا فيها أو يفكروا فيها أو يجوا يلطموا ويسوها قضية مثلا ومحاكم وكذا من وقتل النبي وروح شكل تحقيق الآن كيف يمكن شكل تحقيق فشوفوا يعني قضايا أساسية في الإسلام توحيد الله تعالى عبادة الله الاستعانة بالله تعالى العمل بالعبادات والقيم والأخلاق الإسلامية والقوانين الإسلامية نحن تاركين مجتمعنا بفقر ملايين الفقراء وبي جهلة ملايين الأميين وبي لصوص الحرامية ملايين لصوص الحرامية وتاركين ما نهتم كيف نعالج الفقر كيف نعالج الجهل كيف نعالج الفساد الأخلاقي اللي موجودة الآن أن نهتم عنه والله فاطمة الزراء قتلت أم لم تقتل ومن قتلها وكيف قتلت ولماذا أوصت بأن تدفنسك أسأ أوصت يعني شنو يقدر نسوي للموضوع هذا فالقضية تاريخية وخلافات شخصية وليس من الدين أن تؤمن بهذا الشخص أو ذاك الدين هذا القرآن موجود ما فيه أشخاص ولكن عندما أجينا وسوين النظريات أنه الصراع اللي كان قبل 1400 سنة أو 300 سنة بين تيارات حزبية مختلفة تيار يقول أنه الحكم مدني والناس انتخبون الحاكم وهذا الشيء الطبيعي اللي الآن دا نسوي كل شيء الآن مؤمنين بهذا الشيء وتيار كان في ذيك الأيام تيار مثالي خيالي وهمي قال لا الحكم مو مدني الحكم أيضا ديني مثل النبوة يعني وامتداد النبوة والحاكم يجب أنه عين من قبل الله طيب والمام النبي عين واجه أخذه وحقها وغصبها وجرها على البيعة وكذا وأسروا الزهراء وقتلوها وشقطوا جنينها وكسروا ظلعها وبالتالي هي ماتت غاضبة على فلان وفلان وقالت دفنوني سرا طيب هذه القصة كلها مفبرع كان والمام علي بايع طواعية وبايع أوبكر وعمر واثمان أصبح نائب لهم ومستشار لهم ولا أبقى عن الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن أمر من الخطاب دائما يقول أقرب مقربين إليه وسمى أولاد أوبكر وعمر واثمان وزوج بنت العمر وكلها بالتاريخ ما نقرأ عادل نقرأ مقلوبي نقرأ بشكلة يعني حتى نستخرج في النظرية طيب دول اللي استخرجوا هاي النظرية كان عندهم مصالح ذيك الأيام وكان هناك أشخاص هم يعني مهتمين به هذه النظرية وتفيدهم الآن هاي النظرية ما تفيدنا وين النظرية شوين يمكن نطبقها نظرية الإمامة ولا موجودة أهمة معصومين احنا بعد ألف وكلا سنة جايين أدنى مشاكلنا وأدنى واقعنا وأدنى النظرياتي لازم نؤمن بيها فأحنا الآن بتمسكين بالنظام الشورى اللي نسبه ونلعنه ودائما نحكي على النظام الشورى والثقيفة هي كل مصاعب ما الأم الإسلاميين مورها الثقيفة وما اليوم احنا مطبقين الثقيفة وحتى مرجعيتنا للثقيفة ديجي ثقيفة لندن المرجعية والنظام السياسي كل النظام السياسي هذا مجلس الشورى هذا مجلس السقيفة يعني شنو ليش احنا نسيب ديك السقيفة ونطبق السقيفة اليوم فشوفوا التناقض يعني احنا جاوزنا العالم الإسلامي والشيعة أيضا نجاوزوا وذلك السراع الايدولوجي أو الفكري أو السياسي ديك موجود ديك الأيام وبس لا لازم احنا نهتم بالتاريخ والتاريخ مهم جدا وما يصير نعيف التاريخ وعلا شلون احنا نبني أمتنا وده صار فين وقتهم وجودهم ودائما يعني يلحون على استذكار التاريخ والعيش فيه يعني الآن تسعين بالمئة تسعة وتسعين بالمئة كلاك الناس عايشين بالتاريخ وواحد بالمئة بواقع اليوم وبحل مشاكل اليوم ويعني فكر مستقبل ما عدنا أبدا ما نفكر مستقبل ما يصير بعدين بعد أربع خمس سنوات بعد عشر سنين بعد خمسين سنة ما نفكر في أشياء في أمم فكرت أمم الأوروبية فكرت منذ خمسين سنة أو أكثر من سبعينات حقيقة بدأوا بعض النوادي نادي روما مثلا اجتمعوا رؤساء الشركات ورؤساء الحكومات وكذا وقالوا بعد خمسين سنة ما سيصير بالعالم وما نستعد لتطورات التي ستحدث في العالم وكيف يجب أن نستفيد من عدها هكذا كان الناس يفكرون وحتى الآن يفكرون بعد خمسين سنة بعد مئة سنة شي صير واش راح يصير وإحنا شلعزم نسوي شفتلكم واحد بالشيخ من هالشيوخ أو مرجع من هالمراجع يقول لكم بعد مثلا خمس سنين عشر سنين اش راح يصير بالأمة الإسلامية وإحنا شلون لازم نصدق ذلك وشلون نعمل من خطط لكي نعيش بسلام وبأمن لا المشكلة المائية حاليها لا المشكلة الزراعية لا الصناعية لا التوزيع الثروة بشكل عادل لا نظام سياسي ما أنه نقول هذا نظام فاشل ومخربط ولكن ما عندنا غير إن الله وأنه يراجعون وإيضا متمسكين فيه شوين حين نفكر بتطوير نظامنا شوفوا شلون إحنا يعني عين التخلف التأخر اليوم مجلس محافظة صلاح الدين مشتكي على رئيس الوقف الشيعي أنه جاي بحواجز حاط بسام الراء على مركض إمامين العسكريين ولهي كل الشوارع والمحلات وكذا بقى الناس لا يستطيعون أن يشتغلون ولا يعيشون مقدم شاكوة محكمة تعال شيلو ذنب الأشياء نحن من قضية مسؤولية طائفية وأقدة وفرشية مهم جداً لحياتنا نذهب ونزور ونجي وملايين يذهبون بس الناس المحيطة هناك لا يستفيدون ولا يستطيعون لا يستطيعون ولا يعملون فحياة الناس مضحيم بها من أجل قبر والريد من الناس يحبون هذا القبر سيكرهوه ويا ريث هذا القبر ما موجود حتى نعيش وشنو يسوى نبي مثلاً أو الله أمرنا بذلك الناس علماء أبرار وتوفوا وانتقلوا إلى رحمة الله لا يسوى ما يسوى قضية يعني أقدة بالمجتمع والناس مستفيدين طعفية من عندهم مستفيدين هم هالمعاممين بعضهم مستفيدين من التجارة بهذه الشغلات وموظفين ورواتب وكذا وحماية ومدرشين وحتى عايشين على هذا التاريخ هذا التاريخ المزيح أنا أقرأ لكم بعض النقاشات اللي جرت وما لأطول عليكم كثيراً ولكن شوفوا بشلون يعني فهذا الأخ قال لي ما رأيكم في سبب عدم وجود ما لم يدل على مكان قبر السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي محمد بن عبد الله وهل في ذلك دلالة معينة فقلت له أخي العزيز فكر بمشاكل الهاضر والمستقبل ماذا يهمك أين قبر السيدة فاطمة الزهراء وماذا يترتب على ذلك وهل هذا من الدين حتى تؤمن به وتفكر فيه جزء من العقيدة مالتك ولا جزء من الدين مالك الله أمرك يقول وان قبر فلان أو فلان وان قبر نبي موسى ما أعلم له وان قبر موسى موسى صحراع وان قبر فلان نبي مو مهم أنا أعرف قبر الأنبياء وين فضل عن قبر أشخاص آخرين لا هم أنبياء أو أوصيع مثلاً وحتى الإمام علي علي بعد ما مظلوم ولا أحد مثلاً كذا قال دفنوني سراً لا يريد قبره يصير مزار ويصير كذا دفنوني سراً هذا القبر بعدها الناس يقولون لقائنا قبر بعد مئات السنين فالمام علي دفن السراً لماذا المام علي دفن السراً لأين قبره؟ هذا مزار مقام يسموه كل المقامات أصلاً هذا الشيخ المفيد يقول له أصلاً العمام ما موجودين في قبرهم هذه مقامات و أجسادهم كلها راحت انتقلت للسمة راحت لا يوجد شيء اسمه قبر هذه مقامات فأجابني الأخ قال نصيحة قيمة وأعتز بها وأتمنى جميعاً أن نفكر بالمستقبل في طرحنا بس طبعاً هذا الكلام ما يعجب بعض الناس اللي عايشين بالتاريخ فلازم أنت تهتم وتلطم وتسوي مسرحيات وتشيع جنازة ويومية وكل سنة ثلاث مرات ثلاث مناسبات كل مناسبة عشر ايام وطلعون مظاهرات هاي العزيات مثل المظاهرات ودقوا وبكيوا ولطم حتى على هذه القضية هذا ما عدنا قضية نعيش بها إلا هالتعليق هذا يا ريت نقتدي بالسيدة الزهراء ونسواننا يقتدون في الأفة والحسن التباعل والتقوى والعبادة هذه فاطمة الزهراء عليه السؤال ليس في شيء آخر نحن لا نفكر بالاقتداء بالأم بس نفكر أنه يعني يتكلم حولهم الأخ محمد العبدالي يقول أدراً أستاذ أحمد كلامك صحيح لكنه غير مقنع ولا يتناسب مع السؤال ما يقول لي أقول لي أذهب أبحث عن قبر مثلاً الآن أو أقول لي أذهب مثلاً ما أفعله أذهب لك قبر أنت وهمي وماذا عليه وسام آمر النصر الله يقول السائل أخطأ الطريق أن مراكد المعصومين عند الشيعة لها دلالات حركية وروحية في آن واحد والشواهد كثيرة في مراكد المعصومين أثناء الزيارات المخصوصة والمستثمرة شفنا هاي شفنا هاي الفوائد والدلالات الروحية أن الإمام الحسين اللي هو أبرز قبر عندنا اللي استشهد وعنده قضية وعنده كذا ملايين الحون يزورون ويرجعون لا كأنهم زاروا ولا كأنهم عرفوا الحسين ونفس الوقت الزيارة ممنوع عليك أن تناصر أي قضية موذل الكربلاء كل يوم عاش وراء وكل أرض كربلاء يعني هناك قضايا حية يجب أن ندعمها ونقاوم الظالمين والمستعمرين والصهاينة والمجرمين في العالم بس احنا عازلين الحسين عن العصر وممنوع أحد يرفع لافتة يقول مثلا ينصر المظلومين في اليمن أو في فلسطين أو في لبنان أو في أفغانستان أو في أي مكان ممنوع ممنوع أن تربطوا المرجعيات هذه توصي بذلك الممنوع أحد يستغل قضية الحسين لمثلا رفع راية معينة للاستفادة من هالزخم الجماعيات ماهيري في مقاومة الظالمين حتى ضد المستعمرين بالعلاق اليوم أو السياسيين المخطئين أو اللصوص الحرامية ممنوع كوميل النجار يقول الزهراء أمرت بإخفاء قبرها لتبعث رسالة خالدة لكل دي عقل أن يفكر ويتدبر ويسأل نفسه لماذا لا يوجد قبر لبضعة الزهراء لبضعة المصطفى رسالة تكشف وتفضح للعالم كذب وزور وزور الثقيفة وبطلان دين كل أتباعها يعني ماذا لون؟ هذا العنف نحن الأول هذا الأخ جاء أول وتخيل وكذا كأنه قاعد يمزهراه وقاعد تخبره هي صوت الشكل حتى أنت تجي تحلل وتنسبلها ما لم تقله كذبا وزورها وهم سبب معاسي وظلال وتخلف خيره أمة إن خرجت للناس فجعلته شر أمة عرفتها البشرية ثم يأتيك من يقول دعك من الماضي لا يا حبيب روح روح إيش بالماضي وفكر بمشاكل حاضر وهال مشاكل حاضر كلها إلا نتاج السقيفة المشؤومة التي غيرت مجرى التاريخ الأمة وحرفت عقيدتها وسودت التاريخ وصبقته بالدماء والويلات والأعلام والحرمان والطغيان والظلم بعد ما عنده كلمة يقولها خلص كل الكلمات شوف هذا المشكلة هنا أنه إحنا نجي تحليلاتنا غوغائية وعشوائية وخيالية التاريخ كله نحلله ب يعني إذا الإسلام لم يضع دستوراً للحكم ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من الحاكم بعدي وما هو نظام الحكم وما هي طريقة انتخاب الحاكم اجتمعوا المسلمين الصحابة اللي نصروا النبي واللي دعموا الإسلام مجاهدة في سبيل الله الأنصار في البداية قالوا انتخبنا أمير إنا ثم جوا المهاجرين قالوا لا خلنا انتخب واحد لكل العرب العرب لم يقبلوا واحد أمير أو حاكم من الأنصار فانتخبوا بكر وخلص ما هي المشكلة في ذلك؟ صحيح صارت سرعة وفلتة كما يقول أمر بن الخطاب أمام علي لم يكن حاضر بهذه الشورى لكن بعدين ما فرضوا نتيجة انتخابه ما فرضوا بكر على الناس إنما اجتمعوا الصحابة وبعدين بايعوا بكر ثم بايعوا أمار ثم بايعوا أثمان ثم بايعوا علي فشلون صار كل التاريخ؟ التاريخ الإسلامي تخربط ليس من السقيفة ولا من الشورى الشورى كانت بداية وبسيطة يعني ما كان أكو دستور واضح كان فيها مشاكل وكان فيها ثغرات وبالتالي أدت إلى الفتنة الكبرى وصارت مشاكل وانهارت تلك التجربة بس بعدين الأمة الإسلامية دهورت لأنه ساعدنا استبداد ساعدنا حكم وراثي أموي وعباسي وفاطمي أيضا نفس الشيء وبعدين جدت نظريات أن ألاع الحكم بهالعائلة ثم ماذا بعد؟ أين صارت العائلة؟ عائلة مراحت فلن نجي نحلل التاريخ بهالطريقة هذه محل عسف الشديد هنا المشكلة أنا أرى هذا أنت في النظرة سوداوية وما أعرف شن الخطأ وشن الصواب إذا كانت الأمور من الشورى ومن السقيفة لماذا نحن نفعل مجلس برلمان الآن؟ لماذا بإيران انتخابات ومجلس برلمان ومجلس شورى ودستور وكذا طورنا نتأثر في هذه المقولات التي هي نتاج تحليلات خاطئة ونظريات باطلة ونظريات وهمية وخيالية أنتجت هذه التحليلات بين كل اللوم على السقيفة وعلى الناس الذين قاموا بالشورى أخي مو هاي الشكل علاء أحمد الصفار يقول قال الله تعالى ولا تلبس الحق بالباطل وتكتب الحق وأنه تعلم طيب شنو صار يعني عمر بن الحمق الخساعي يقول وكأنك لا تجعل للماضي اعتبارا وأبو أسلم يقول من لم يعرف ماضيه فلن يعرف مستقبله أذرا لكن جوابكم يذهب في اتجاه تكريس دعوة تمس الحقائق جوابكم غير مقنع للأسف يا أخي أؤمن بما تشاء لكن ليس تتريق الصبح تاريخ وتتغدى تاريخ وتتعشى تاريخ وبالنص بيناتهم هماتين تأكل تاريخ فهي ما يصير يفكر بحالك بوضعك بوضعك بوضع المجتمع بوضع الأمة الإسلامية اليوم بالمجابة مع المستعمرين اللي المسيطرين علينا وليلعبون بينا طوبة وانت عايف كل شيء ورايح بالتاريخ راح بالتاريخ وين قبل 1400 سنة والتاريخ المزيف والتاريخ المزور والتاريخ البكذوب وقاعد تتحلل وكذا وبعدين ما تقبل من هذا التاريخ يعني ما تحصل من عنده قلت للأخ علاء أو عمر بن الحمق قلت له هل هذا هو الماضي الذي يجب أن تعرفه أو يجب أن تعرفه تحب أن تعرفه أو يجب أن تعرفه لكي تخطط يعني إذا عرفت وين دفنت الزهراء سيأثر عليك الآن ما تخطط الحاضر للمستقبل والتفتيش عن مكان تحت الشمس في ظل صراع القوى الكبرى في العالم لماذا لا تهتم بالبلاد المستعمرة والمحتلة والمحاصرة والشعوب المظلومة اليوم شعب كامل بإيران 80 مليون 90 مليون صاروا الآن يتعرض لحصار ظالم من دولة مستكبرة في العالم بدعمه من الصهاينة والمستبدين في الخليج وبعض الدول العربية محاصرة إيران بصورة ظالمة يعني لم يفعل شيء وقعوا اتفاقية نووية وكل الدول الكبرى في العالم وبالم المتحدة وبعد هنا مريكا يأتي ترامب يقلب الطاولة رأسنا على العقب وتعالي يا إيران اخفعونا إذا خضى شعب كامل شعب مسلم الذي خضى على إرادته إرادتها الصهيونية الصهيونية من وراء ذلك إسرائيل وراء ذلك وإحنا واقفين متفرجين ما علينا هاي مو ظلم مو ظلم أن أنت تحاصر شعب كامل وتجوعة واليمن كذلك والفلسطين كذلك وبلاد أخرى بأفغانستان يعني هالشعوب كلها تتعرض لمقاسي ولكبت وقتل وتبجير سوريا الآن اليومية أمريكا قاتل الناس وقاصف الناس فأنت كل هذا تسكت عليه وتروح تعيش لي أين دفنت فاطم الزحر قالت تدفنوني سرا نو خلاص وبعد ذلك هي مو نبية قاعد تتكلم يعني مساعد شخصية قاعدت أنا ما حابدوا لي يجون على قبري لا يجون وانتهي الموضوع وبعد ذلك راحوا وكلهم راحوا وماتوا نعم الأخ أبو أسلم يقول أحمد الكاتب أفوا فكلامكم مغالطة لأن به خلطا عجيبا وغير مبرر ما علاقة أن نعرف الماضي بمثال به ومحاسنه بالاهتمام بالبلاد المستعمرة والمحتلة هل علي أن أرمي الماضي بسلة المهملات كي أهتم بمحاربة الظلم والجور أليس الأولى أن نتمعن بالماضي كي نعرف أين الخلل لنتجنبه وبنفس الوقت نحارب الظلم والظالمين كيف جعلتم هذا بكفة وذاك بطير يعني أنت جيت خطوة معانا أن تقبل ترح تحارب الظلم والظالمين والجور والمستعمرين طيب شكت أنت راح تصرف وقت وجهد وتفكير واهتمام وأعلام وكلام حول مهاجمة أو مقاومة المستعمرين والمستبدين والظالمين وكيف تفكر بذاك الماضي ذاك الماضي ياريت راح تدرسه على الأقل درس الماضي بصورة جيدة تحقق، ليس تتخذ على الإشاعات وعالدعايات وعلى الأكاذيب والأساطير وبعدين تسوي لك نظريات من عندك وتتركبها على الماضي وتركبها على ما معلي وتسوي لك فتفتنة طويلة عريضة وما تحصل شيء من وراها تحصل، يعني نشوفوا نحن ألف سنة أنا أتكلم سعر الشيعة ألف سنة كنا نقول الشورى باطلة والحكم لازم يصير وراثي في أهل البيت والحكم هو ديني هذا والمام الثاني عشر والأفكار غاب وما نفعل الآن؟ يجب أن ننتظرها ألف سنة لأنه لم ندرسنا تاريخنا جيدا لم ندرسنا هذه الأفكار بصورة جيدة لم ندرسنا أنه هناك إمام غائي ولا أصلا هذا لا موجود ولا ولد ولا محزنون وحتى الآن لا يجعلكم تفكرون لا يجعلكم تبحثون لا يجعلهم أحد يناقش في هذا الموضوع خلص لا يجعلنا هذا الموضوع وهذه العقيدة ولا تتحدث بها أصلا طيب بعدين يعني ألف سنة نقاوم نظرية الشورى ونرفضها إلى قبل خمسين سنة خمسين ستين سنة عندما بدأوا بعض الناس الشيعان مفكرين ومثقفين يقولون دولة إسلامية كيف هذه الدولة تقوم على الشورى هبه ومراجع النجف كلهم ممنوع ممنوع حرام ما يجوز هذه النظرية سنية ونظرية ديمقراطية غربية فما لازم عندنا شورى طيب شنسوي وبعده نتظروا صاحب الزمان يطلع هذا الكلام اللي بالستينات كان موجود بالنجف في الحوزة قد أجي الإمام الخميني سنة تسعة وستين قالهم وإذا صاحب الزمان ما طلع بعد آلاف السنين نحن شنسوي خلنا نسوي ولاة الفقه فولاة الفقه كانت ثورة على الفكر الإمامي على الفكر الخرافي الأسطوري اللي كنا عايشين بيه وطلعنا الآن صارت أدنا نهضة سموها نهضة شيعية نهضة إسلامية نهضة سنية حتى نقدر نسميها لأن هذه أفكار سنة هي ولاة الفقه والديمقراطية نحن كنا نقول هاي أفكار سنية إذن فصارت أدنا نهضة صار تغير في واقعنا وقاومنا الظالمين والمستبدين وسوينا حكومات في إيران والعراق ولبنان وغير أماكن فالكلام أنا ما أقول لك لتبحث بالتاريخ ابحث بصورة دقيقة ألمية وأيضا بقدر أن تستفيد من الشغلة هذه ليس أنه تعيش بالماضي تعيش بهذا تتريق الصباح وتتغدى وتتعشى تاريخ لا يصير الشكل فكر بوضعك اليوم فكر بمستقبلك فكر بمشاكل الحاضر المعاصرة وقلت لأحد الأخوان لماذا لا نقول أن الزهراء عليه السلام رفضت أن تجعل من قبرها مزاراً لذلك لم يكشف عنه الإمام علي عند توليه الخلافة هو أخو كان يعرف إذا كان شيء مهم أن نعرف أين قبر فاطمة كان راح أو بكر راح أو مراء أو راح أو أثمان كان أجل الإمام علي قال يابا أيها الناس هذا هو قبر فاطمة ما كان يريد موقفة قضية مهمة ولم يعتبر ذلك كقضية مهمة مشويخة الفكرة فكر ليس فقط نكرر الكلام بالتقليد الأعمى وإن تعجب فاعجب من عقول استبدلت القضايا الشخصية الهامشية الجزئية بجوهر الإسلام والتشيئ ولا هم لها سوى البكاء على الماضي السحيق خلافاً لما فعل أئمة أهل البيت الذين لم يتوقفوا عند تلك القضايا الشخصية وركزوا على العدل والثورة على الظالمين في زمانهم وليس على من يحسبهم الجاهلون ظالمين في التاريخ أنت اليوم من الظالم في حياتك اليوم مولي تصور أنهم ظلموا أهل محمد وهم ما ظلموا ما سووا شي يعني نبو بلاصر البابلي كلام لطيف يقول ولو طويل ولكن أنا ما رد أطوي عليكم كثيراً أقرأ شوية من عنده يقول أليس لنا ما يشغلنا من أمور تعني بمستقبلنا ومستقبل أولادنا أم أن المستقبل والتفكير به والاستعداد له أصبح بالنسبة لنا طرفاً ألا يكفي أننا ننبش الماضي وعلى امتداد أكثر من ألف سنة وأسسنا أسساً رصينا لمشاكل لا حل لها ألهتنا عن اللحاق بالأمم المتقدمة ولكي ننعم بالراحة والهدوء وكذا ننعم بخيرات بلادنا كما تفعل الأمم المتحضرة لماذا ترى المجتمع الأمريكي على سبيل المثال مستقراً ويمارس حياته بشكل طبيعي؟ ألمن أن فيه الشيعي والسني والبوذي واللاديني وكل الأديان وصف الأعمل أغلب عليه أن لا يتجاوز أحد على أحد والكل يحترم الكل أنا متأكد بأن أغلب السادة الكرام ممن كتب في هذا الموضوع لا يعرف موضع قبر جده ولست أدري ما المشكلة في ذلك كل ذهب إلى رحمة الله ورضوانه أرى من الأفضل أن نقتدي بسيدة زهراء في مسيرة حياتها من تقوى ووراء وزهد وحسن تبعد لزوجها رضي الله عنها وبرها بأبيها وتربيتها لولديها السبتين الجليلين الإمامين سيدي الحسم الحسين رضي الله عنهم كما يقول الله انظروا بعقول متفتحة ماذا لو سارت نساء المسلمين بسيرة الزهراء بكل تفاصيلها هل نرى ما يحدث في مجتمعات الإسلامية من تفسخ وهبوط؟ أخبروني يرحمكم الله هل كنا نرى شباب المسلمين بهذا الانحلال؟ أحرى بنا أن نربي أجهالنا على ثقافة الزهراء في التربية والتعليم ليكون أبناء الزهراء قدوة لشبابنا؟ أخواني يقول سيدي صادق أهل البيت وهو مصدق مخاطبا أصحابه كون زينا لنا ولا تكون شينا علينا أين نحن من كلامه؟ وهل يرضى بهذا التنابز بالكلمات بين المسلمين؟ لنرجع إلى عقولنا ونفكر كما يفكر أهل البيت النبي سيما وفي الختام الكل أمام الله حيث الموعد القيامة والحكم والحكم الله وزعيم محمد وأذر من الكل إذا جاء نبني أصواب عند البعض ولم يسز كلامه الأخ أبو زهراء يقول هذه إجابتك أنت إجابة معكرة وتم قبولها من عقل فارغ يعني عقل متروس ألست تدعي أنك باحت في التاريخ الإسلامي؟ لماذا لم تجبه إذن؟ أولست ترهق نفسك بمحاولات محاولة إثبات عدم وجود إمام غائب عبر الإنشغال بجراسة أحداث الماضي؟ وأنا أسألك ماذا يترتب على إثباتك لذلك؟ ربما لتغيير قناعات باطلة حسب رأيك وكذلك معرفة سبب عدم وجود قبر الزهراء سيترتب عليه أثر أقائدي ولائي من حيث إثبات ظلامتها من عدمها وأوقف الخليفة منها والذي يمثل موقفه من بعلها وهذا بلا شك سيكون موقفه من النبي وبالتالي سنتعرف على موقف الخليفة من الله جل ذكره صار أو بكر وعمر دولا معادين لله تعالى معادين للنبي ومعادين للمعالي شوفوا هذا التاريخ المزيف المقلوب أنا أبحث في موضوع الإمام الغائب وبحثوا دائماً يشوفوني مثلاً أتكلم ليش؟ هذه مو قضية تاريخية قضية معاصرة اليوم عندنا الآن مراجع يدعون أنهم هم نواب هذا الإمام والشرعية الدستورية لهم وهم الحكام الشرعيين وما يصير واحد يسوي أي حكومة وأي دولة وأي ثورة وأي حزب حتى إلا أن يأخذ إجازة من أدهم وهم يأخذون أموال من الناس بسم أنه يأخذون سهم الإمام خمس وزكاة وغيرها ومسوين إمبراطورية دينية مركبية علينا وكانوا يحكمونا ويقولون الحكومة أصلاً حرام ما تسوي الحكومة هم الحكومة فقط فأنا أبحث موضوع الإمام الغائب إمام الثاني عشر المفترض حتى أقول أن المرجعية الدينية ليست لها شرعية دينية من الله وليسنا مجبرين بتقليدها أو اتباعها هم أشخاص بعضهم يفتهمون بعضهم ما يفتهمون بعضهم مشتهدين بعضهم أصلاً مو مشتهدين ومقلدين وأكثر من مقلدين فقضية بناء نظامنا السياسي الديمقراطي يتوقف على توضيح موقف المرجعية المرجعية ما هو ماذا تشكل بالنسبة لنا هل هي تحتل نظام الدستوري فوق النظام الدستوري فوق النظام الديمقراطي فوق القانون كل ما تفعل كل ما تعمل هي مقدسة وما يجوز نحاسبها وما يجوز نراقبها وما يجوز مثلاً ننتقدها أو لا هم ناس بشر مثلاً لابسين أماعيم وما يجوز مثلاً أزياء معينة وبالتالي نحن لازم نقدسهم ونعظمهم ونخضأ لهم وكل شيء هم يكونون فوقنا هذا إذن قضية حيوية أنا لا أبحث قضية واحد مثلاً هناك شخص آخر شبيبي هذا اسمه محمد بن عبدالله الأفطح قضية تاريخية أم قضية تاريخية ناس ادعوا وجود ولد الإمام عبدالله الأفطح ابن جعفر الصادق والناس قالوا لا هذا كذب وهذا نفس القضية مشابهة بس الآن ما عندنا ناس جايين يتدعون أن هم نواب محمد بن عبدالله الأفطح شفتولكم فد مرجع أو فد عالم يقول أنا نائب فلان وأني الحاكم الشرعي لو إجي واحد قال هالكلام إحنا سوف نقصه ونقول له هذا سطورة وخرافة فبحثنا في هذا الموضوع موضوع الإمام المهدي ليس بحثاً تاريخياً إنما بحث بالفكر السياسي المعاصر الفكر الدستوري ودعماً للخيار الديمقراطي طيب خلينا نشوف أخو آخرين من صفحة ثانية ماذا قالوا وماذا قلنا لهم هنا عندنا الأخفاض الموسوي يقول لا لإخفاء الكبر دلالة لإخفاء الكبر دلالة على الظلامة التي وقعت على قلب النبي وروحي ونفسي دلالة على انحراف الصحابة عن خط النبوة وتحريفهم الوصية بثقة طيب نجي نسلم وياك أنا جماعة نحرفه والجماعة مثلا أخطأه طيب ثم شنسوي نحن الآن تلك أمتهم قد خلت لها ما كسبت وعليها ما كسبت نحن في واقعنا ثم ماذا ونفترض أن الصحابة أو بعضهم أساع إليها أو أغضبها أو حتى اعتدى عليها ماذا نفعل نحن لحل المشكلة هل يقلب الله تعالى مننا أن نهتم بهذه التفاصيل الجزئية الشخصية إلى يوم القيامة ونوزق أمتنا ونشعر الفتن بيننا ونتحارب من أجل ذلك يقول فاضل المسوي وأنا أقول لك ثم ماذا أن يحقق أكثرية الناس في أصول مذاهبهم التي بنيت على أساس إبعاد أهل البيت النبوة عن الساحة الألمية والسياسية طيب جدا جيد أصول المذاهب يا أخي العزيز الإسلام مواحد لدى جميع المسلمين ما عندنا فرق يعني ما عندنا خلاف المسائل الفقهية اللي ما تسميه مذهب أهل البيت تختلف عن المذاهب الأخرى 4-5 مسائل 10 مسائل 10 مسائل ليس أكثر مسائل بسيطة جدا الخلاف الأساسي اللي كان موجود ذلك الأيام حاول أن الإمامة والحكم لنن لهذه العائلة أو للعباسيين أو للأمويين أو للأثمانين أو لكذا وهذه العوائل والمذاهب والأحزاب كلها راحت الآن إحنا ما عندنا ما عندنا ناعد للبيت نقدر رجع لهم الحكم ولا حتى الألمياً حتى الألمياً وسياسياً يعني الآن المراجعة الشيعة عندهم مئة ألف مسألة أو أكثر ربما كم مسألة جاء بيها من جعفر الصادق أو محمد الباقر؟ بطعة مسائل وآلاف المسائل الفقهية هم مخترعيها بالإجتهاد معهم فإحنا ما نسمي الألمياً؟ كيف نستفيد من أهل البيت؟ وسياسياً كيف نستفيد من أهل البيت؟ أدنى الاقتداء بهم الاقتداء بإمام الحسين والإمام علي في العدالة والقانون والشورى والديمقراطية نعم يمكن نستفيد بهذا اللي أنت ما تعرفه وتنكره أيضاً يعني أنت ما تعرف أهل البيت وتنكر مذهب أهل البيت وتقول أنا أريد أستفيد من أهل البيت الأخ أميل يونس يقول لفاضي الموسى ويا أخي فاضي لنخرج من أعماق التاريخ وخلافاته وإذا ذكرناها نذكرها كقصص تاريخية لنستفيد من العبر لا نجعلها ديناً هنا المشكلة تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما تسبت ولنا ما نكسب ونحن جميعاً نحب أهل البيت أهل البيت رسولنا والذي هو ملكنا جميعاً الأخ ناظم محسن يقول أنت أول الذين تثير المشاكل والفتن عبر مجشورات تقلد فيها السلف من الوهابية وأكثرها ضد عقائد المذهب الإمامي الاثنى عشري وكلامك وجهه إلى نفسك أولاً هل يحاسبك الله إذا اتركت الناس وشأنهم أنا أعمل في سبيل الله إن شاء الله وأرى أن اعتناق بعض الناس بالتعريخ للمذهب الإمامي الاثنى عشري هذا خلاف مذهب أهل البيت هذا مو مذهب أهل البيت المذهب الإمامي الاثنى عشري المذهب الإمامي في زمن أهل البيت هم كانوا يرفضوه وهذا موجود بالكافي يقول له إحنا مو إما معينين من قبل الله فهذا مذهب مصطنع وما أكد دليل على الإمه واحد واحد لا نص ولا وصية ولا معجزة ولا محزنون فشنون تعرف المذهب الإمامي؟ المذهب الإمامي وصل إلى طريق المزدود وانتهى انتهى بعد مئة سنة سووا المذهب الاثنى عشري في القرن الرابع الهجري وكبلوا الشيعة ودفنوهم في السرابيب العباسيين كان لهم دور كبير في صناعة المذهب الاثنى عشري وانتظار الإمامي موجود ومرتحين العباسيين وقعدوا انتظروا مئات السنين ألاف السنين فالمذهب الاثنى عشري قتل الشيعة دمر الشيعة همشهم أخرجهم من الحياة مو بس من التاريخ الى ان الان رجعوا للمذهب الشورى مذهب اهل البيت هو مذهب الشورى النظرية الشورى هي مذهب اهل البيت الحقيقي الان الشيعة يطبقون هذا المذهب سواء في ايران او في العراق او افغانستان او لبنان او اي مكان اخر فاذن انا من ابحث هذا التاريخ مو اندار ارجع للسلف السلف الوهابي ما يؤمنون بالشورى ولا يؤمنون بالديمقراطية ويحاربون ادوم الديمقراطية كفر والإلحاد وانا ادعو للديمقراطية وادعو للشورى وادعو لي يعني تفعيل دور الامة في الحياة ونقد الحكام ومحاسبتهم ومراقبتهم وتغييرهم انا وين والسلف الوهابية وين بس انت يعني اخذ حريتك في ان تقول ما تشاء ولكن اتق الله في ما تقول كلام كلام كثير لدها ايضا من ظلمها الاخ كمال منتهى يقول اخفاء القبر كما قال لي احدهم انه لتدفن بقرب ابيها سرا كي لا يعترض معترض او يطمع طامع شريف ها انت حليلات يا اخي العزيز نظم ابو فارس يقول اعجب من امة تتعلق بقبر الاموات من الصالحين ولا تتوجه الى رب العالمين رب السماوات وخالق الكون كانت سياسة علي رضي الله عنه اخفاء القبور اقتداعا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي اخفى قبر الزهراء ففي صحيح مسلم كذا يقول حدثنا عن علي قال لي علي ابن ابي طالب الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله الا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا الا مشرفا الا سويته وعلي قد اوصى باخفاء قبره ايضا فعلى كل ذلك حفاظا على التوحيد ودرءا للشرك رضي الله عنه ارضاه ثم لماذا البحث عن القبور وقد قال تعالى وما انت بمسمع من في القبور ثم ما علاقة موضع القبر بالظلامة إن كانت هناك ظلامة ما هو الربط الحمد لله على نعمة العقل الأخ محمد الحجامي يجيبه يقول دلالة على حدوث جريمة نكراء لم تحدث في الأولين والآخرين فشوفوا هنا المشكلة أنه احنا نفتأل قصص تاريخية مزورة وأساطير ونقول هاي تاريخ لازم تمسك فيه هنا المشكلة أنه نعيش بالتاريخ المزيف يا ليتنا أن نعيش بالتاريخ الحقيقي ونعرف مذهب أهل البيت الحقيقي ونقتدي بهم في حياتنا هذه الأيام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر